موسيقى زمان اتفرجت على مسلسل كويتي بطله كان عبد الحسين عبد الرضا والبطلة بتاعته كانت سعادة العبدالله النص الاوليني من المسلسل الفنانة سعادة العبدالله بتحاول تلفت نظر عبد الحسين عبد الرضا اللي كان زميلها في الشغل بتعرف هو بيحب ايه ونفسه البنت اللي يتجوزها يكون شكلها ايه وصفاتها ايه وبتتغير شوية شوية عشان ترضيه بتغير شكلها لون شعرها بتركيه رمو شعيرة بتطبخ اكلات معينة اللي هو بيحبها بتتكلم بطريقة معينة المهم انها بتعمل كل ما في استطاعتها علشان تحط نفسها في قالب بيعجبه وبعد طبعا ما بتلفت نظره وبيخطبها وبيتجوزها طبعا ما بتقدرش تستمر على البرسونة او الشخصية اللي هي اخترعتها وعملتها عشان ترضيه وعشان تحظى باهتمامه وبحبه فبتبتدي تبقى فيه بينهم مشاكل كتير تجدت المسالسة اللي هو لما صديقة من صديقات القناة كلمتني عن تجربتين انها غيرت طريقتها ولبساها عشان ترضي شخص ما وبعدين انفصلوا عن بعض وبقى شكلها مش عاجب نفسها ومش عاجب اهلها وبعدين حبت شخص تاني الشخص ده مش عاجبه شكلها وعايزها تتغير وتلبس شكل تاني انا انا مع التغيير جدا 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 ومع ان كل شخص فينا يحسن نفسه ويحسن ذاته ويتغير دايما للاحسن لكن انا مش مع التغيير من اجل ارضاء الاخرين انا لما اروح مكان مثلا ويقولولي ان الدريس كود هنا او اللبس هنا لبس فورمل لازم البس بدلة ولازم البس جاكت ولازم يعني اكمبلاي للمكان دوه بشكل معين ده حاجة بعملها عشان شغلي مش حاجة بتأثر فيه انا مش حاجة بتنعكس على شخصيتي مش ببقى بني قدمة تانية لا انا بلبس لبس الشغل بعد الدهر بلبس اللي بيرضيني واللي بحبه واللي بيتناسب اكتر مع شخصيتي لما اروح مكان ويبقى برضو فيه طريقة معينة من الكلام ومن التعامل ممكن يكون فيه مكان التعامل فيه خفيف بكلنا بنتكلم ب يعني بنعدي بعض بالاسامي الاولانية فيه مكان تاني لا فورمل اكتر استاذ فلان باش مهندسة فلانة وهكذا لما بنتغير عشان نتناسب مع وظيفة ما ده مش معناه ان انا بغير الكور بتاعي اللوب لوب شخصيتي لكن لما بتغير عشان ارضي شخص ما عشان اعجب شخص ما عشان يحبني عشان يخطبني عشان يتجوزني ده تفكير سطحي والشخص اللي اللي حاكم اللي بيحكم على مدى تواؤمنا مع بعض استنادا على الشكل الخارجي فقط مهما حصل مش هنعرف نرد في علماء النفس لما كنا بنعين حد كنا بنعمل بعض الاختبارات فمن ضمن الاختبارات كنا بنستخدم اختبار نفسي اسمه دي آي سي اس سي دي آي اس سي النظرية في هذا الاختبار بتقول ان كل شخص له فعليا ثلاث شخصيات ثلاثة برسونالتي البرسونالتي الاصلية بتاعته شخصيته الاصلية Beloved اللي مهما حصل ما بتتغيرش الاساس بتاعه البرسونالتي التانية هي الماسك اللي احنا بنلبسه كده من بره وده بيشمل مش بيشمل بس لبسنا لا ده بيشمل اساسا تصرفاتنا ماسك التصرفات اللي اللي بنلبسه عشان نتعامل مع الآخرين وده متغير أحيانا ممكن يتغير كل ست شهور بيتغير لما بنتنقل من وظيفة لوظيفة بيتغير لما ظروفنا بتختلف بشكل أو بآخر بنغير من أسلوبنا وطريقتنا في التعامل مع الآخرين على حسب ما تقتضي الظروف دي الماسك شخصية الماسك الشخصية التالتة هي الشخصية اللي بتيجي لما بنبقى تحت ضغط وتحت ضغط ده بيختلف من شخص لآخر واحد لو حس انه حيفشل بيحس بالضغط واحد تاني لما يحس ان فيه ديدلاين حاجة لازم تحصل دلوقتي حاجة لازم يسلمها ده بيعتبر الضغط بتاعه كل واحد فينا له التريجرز بتاعته التريجرز يعني ايه؟ عارفين المسدس؟ مش المسدس له زناد؟ كل واحد فينا عنده زناد زي المسدس لما بينضغط بينطلق أو بتنطلق الرصاصة وبتبان هذه الشخصية اللي تحت الضغط تحت الضغط مخي يقف بتعرفش تتعامل بتبقى بطيقة بتقف بتبانك ما بتعرفش تعمل اي حاجة في ناس تانية تحت الضغط بتلاقيها تعصبت وزعقت وزوتها عيلي في ناس تانية تحت الضغط بتقدر تحافظ على هدوءها وبالتالي ما بتتغيرش شخصيتها الاصلية عشان نرجع تاني للكلام اللي انا بقوله عشان نلم الموضوع ده كله ان بنتعرض احيانا لظروف بتخلينا نتغير لو هذا التغيير نابع من جوانا وقدرنا نشعر ونحس ونقدر قيمة هذا التغيير ونعكسها على مدى تحسن وصلاحية حياتنا ده تغيير كويس لكن اذا كان التغيير جوانا نابع فقط من مجرد ان احنا نلفت نظر شخص اخر نكتذب شخص اخر نرضي شخص اخر يبقى ده تغيير لازم كده نوقف وقفة مع نفسنا ونسأل لو الشخص ده لاي سبب من الاسباب اختفى من حياتي لو البنت راحت الشغل تاني يوم لقيت الشاب اللي هي معجبة بيه اللي ابتدت تغير لبسها وطريقتها عشانه خطب بنت تانية تتجوز واحدة تانية هل هتفضل مدومة على التغيير المؤقت اللي هي عملته عشان تردي الشاب ده ولا الحاجة التانية انا بشوف مثلا ناس لما بتروح انترفيوهات وبتلبس كده برسونة معينة في الانترفيوه وبعد ما بتشتغل ودبان بقى شخصيتها الحقيقية هم بيبقوا عايشين او بيعملوا في مكان مش حابينه والاخرين كمان بيوفجقوا ويقولوا ايه ده ده كان كويس او ده كان مختلف ده كان شخصيته شخصية مختلفة عشان كده انا مش ضد التغيير بالعكس انا بقى حبس جدا جدا التغيير ولكن التغيير للاسباب الصحة ما نتغيرش عشان نرضي شخص ما نتغيرش عشان شخص يحبنا نتغير عشان احنا شايفين ان التغيير ده احسن لنا افضل لحياتنا ايه حيفيدنا حيساعدنا حينقلنا نقلة تانية مهم جدا جدا ان احنا نتغير علشان نفسنا مش عشان الاخرين مهم جدا جدا شخصي